استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الاسقير هذا اليوم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وخلال اللقاء جرى استعراض القضايا والمواضيع المتصلة بالشأن المحلي ودعم المسيرة الوطنية وتعزيزها من خلال العمل على تحقيق الأهداف والمرتكزات الأساسية للتنمية الشاملة مؤكدا جلالة الملك المفدى أن المملكة ستواصل نهجها التطويري والتنموي لتحقيق المزيد من المنجزات الوطنية في كافة القطاعات وبالشكل الذي يلبي تطلعات المواطنين في مزيد من الرفاهية والتقدم والازدهار معربا جلالة الملك المفدى عن الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على جهود سموهما المتواصلة وسعيهما الدؤوب للارتقاء بعمل الحكومة وتطويره والنهوض بمستوى الخدمات وتبني المبادرات ووضع الخطط والبرامج التي تدعم الاقتصاد الوطني خدمة للوطن والمواطن شاكرا جلالته كذلك أعضاء الحكومة الموقرة كلا في موقعه على جهودهم الطيبة في خدمة مملكة البحرين وشعبها مؤكدا أهمية مواصلة الجهود التي تعزز لإنتاجية وترتقي بالأداء وأشاد حفظه الله بعطاء أبناء مملكة البحرين وإخلاصهم في مختلف مواقع العمل والإنتاج وسعيهم الدائم لدعم مسيرة النهضة التنموية في كافة المجالات من أجل حاضر ومستقبل البحرين والأجيال القادمة كما استقبل جلالته حفظه الله ورعاه معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بمناسبة زيارته للمملكة في إطار جولته الحالية في دول المجلس وقد أطلع الأمين العام جلالة الملك المفدى على التحضيرات الجارية وأهم الموضوعات والقضايا السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية المدرجة على جدول أعمال اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة والثلاثين والتي تستضيفها مملكة البحرين خلال شهر ديسمبر وخلال اللقاء رحب جلالة الملك المفدى باستضافة مملكة البحرين لإعمال القمة الخليجية المقبلة سائلا الله أن يوفق إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله في هذا الاجتماع المبارك لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تلبي طموحات أبناء وشعوب دول مجلس التعاون وتطلعاتهم نحو المزيد من الترابط والتكامل انطلاقا من وحدة الهدف والمصير المشترك وتعزيز مسيرة العمل الخليجي مشيدا جلالة الملك المفدى بحكمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والتي قادت هذه المسيرة المباركة بعزم وثبات وإرادة قوية وجهود مخلصة لترسيخ هذا الصرح الكبير الذي يجسد أسمى صور التكاتف والترابط بين أبناء دول المجلس كما أعرب جلالته عن تقديره للجهود الموافقة التي يواصل بذلها الأمين العام ومساعدوه وجميع العاملين في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدعم مسيرة المجلس المباركة وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بين دوله الشقيقة لتحقيق المزيد من الإنجازات على مختلف الأصعدة وقد عبر الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن امتنانه واعتزازه بالتوجيهات الحكيمة من لدن جلالة الملك حفظه الله وما يبديه جلالته من دعم ومساندة لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك التي تصب في صالح زيادة مكتسبات مواطني دول المجلس معربا عن فخره واعتزازه لما عبر عنه جلالة الملك رعاه الله من دعم وتأييد للجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لمجلس التعاون وكافة منسوبيها من أجل تعزيز العمل الخليجي المشترك ومتابعة تنفيذ قرارات وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظه الله والمجلس الوزاري الموقر واللجان الوزارية المختصة